اشتركوا في القناة ده مؤكد الا ان كل مكان المغني ده بيعمل فيه حفلة بتحصل كارثة لكن برضو مش دي القصة كلها فالمفاجآت اللي طلعت بعد كده عن ممارسات غريبة وافعال مش مزبوطة بتتم في حفلاته اسرار كتير هنكشفها لكم في الفيديو ده البداية كانت في تقرير نشارة وسائل اعلام امريكية عن طقوة الشيطانية بيستخدمها الفنان الامريكي في حفلاته وقال التقرير ده استنادا لواقع شهيرة حصلت من سنتين في حفلة ليف مهرجان سترولد في ولاية هيوستن وكانت المفاجأ ان ليوا اجساد عدد من المعجبين به واللي كانوا حضرين الحفلة ميتين وعلى اجسامهم علامات غريبة والاغرب انهم كلهم كانوا في سن قريب من بعض وبالرغم من ان الشرطة ما وجهتش اي اتهامات للمغني او منظم الحفل الا ان عائلات الضحايا رفعوا 200 دعوة قضائية ضد سكوت ومنظم الحفل لكن ما اصلوش لحاجة وبعد الحفلة دي بحوالي 6 شهور اتكرر الموضوع تاني في حفلة ليف ولاية تيكساس ووقتها ليوا اجساد 10 اشخاص من المعجبين ميتين برضو وكانت المفاجأة الكبيرة اللي نشرتها وسائل الاعلام الامريكية ان اللي حصل في الحفلتين كان تقس اسود بيتم عن طريق تقديم ارابين بشرية وفي النهاية اي رأيكم؟ هل تعتقدوا فعلا ان الكلام ده حقيقي ولا مجرد اشعاعات؟ وايه تفسير وجود الضحايا دول بعد حفلاتهم؟ شاركونا بقراءكم في التعليقات شكرا لكم